خريطة تقاسم النفوذ تستكمل على ضفاف نهر الفرات مع إعلان النظام فرض سيطرته على كامل مدينة دير الزور بدعم روسي يكون داعش قد خسر آخر معقل كبير له في سوريا بعد أن طرد سابقا من الرقة على يد قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف محافظة دير الزور همزة الوصل بين المدن السورية وخزانها النفطي والغذائي باتت خريطتها الجغرافية موزعة بين جيوب لداعش في مدينة البوكمال والصالحية والدوير إضافة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق في الريفين الشمالي والشرقي كما لقوات النظام وميليشيات حصتها من السيطرة ويرى محللون أن السباق إلى البوكمال الحدودية مع العراق باتت توجه العسكرية الأبرز في شرق سوريا وقد تصاعدت أهمية المدينة بالنسبة لنظام وحلفائه تأميناً للمشروع الإيراني الهدف للوصول إلى البحر المتوسط عبر العراق وسوريا وترجح التقديرات أن يكون مشهد السيطرة النهائي على محافظة دير الزور مناصفة بين النظام وروسيا من جهة وسوريا الديمقراطية والتحالف من جهة أخرى رامي عيسى العربية ترجمة نانسي قنقر